واتي افتي طبعا لو تتذكروا حضراتكو وكنا اتكلمنا وقلنا ان البزنس بلان الخاص بهذه الشركة في خطر لابد من عمل تمويل فوري علشان تقدر تدخل سيولة للشركة الشركة فجأتنا ان هي عملت وان ستيب تمويل من مرحلة واحدة كما فعلتها من قبل افتي بلاس ومايفوند اف اكس هو تقريبا نفس النمط الخاص ب افتي بلاس يعني اهو مطلوب منك بروف التاركة 10% الرفعة هنا بقى واحد لامتين مينيمام تريدينجليز لا يوجد ماكسيمام تريدينجليز الليمتيد تمام المدة مفتوحة الاكسي بيرت مسموح بي لوت سايز لامت الليمتيد طبعا في حدود الواحد لامتين الوك اند تريدينج مسموح ديلي درو داون 3% مكسيمم درو داون 6% درو داون نوع درو داون ريليتيف يعني كل ما تكسب لا بيتحرك معاك تمام ريليتيف يعني بيتحرك معاك يعني الثلاثة بالمائة دوية تحسبها بقى الغريب بقى والمدهش في الامر ان هم عاملين حساب الربعمائة الف شركة يعني ملهاش حل ملهاش حل والله العظيم تخيل حساب ربعمائة الف 1799 دولار طبعا هم على طول بيعملوا خصومات فالحساب ده عايز اقولك ده افضل حساب في السوق ده كده يا جماعة افضل حساب في السوق لانه تمويل مرحلة واحدة طبعا واحدة يقول لي ايه ده علي يوسف غير كلامه عن الشركة لأ ما غيرتش كلامي والله انا قلت ان الشركة دي البزنس بلان بتاعها عشان انا دارس الشركات تمويل قوي قلت لهم ايه لازم تعملوا برنامج جديد هو ده كلامي والله لو ما عملوش برنامج جديد زي ده يقعوا يقعوا في 2023 قولا واحدا تقع الشركة فهم بصراحة اسكياء فوق العادة عملوا بس عملوا واقع مش تمويل فوري عملوا اللي هو المرحلة الواحدة ليه؟ الشركة دي بتعتمد على الاحصيات بشكل كبير قوي هم شافوا النجاح اللي حققته افتي بلاس افتي بلاس عايز اقول لك مكتسحة مكتسحة افتي بلاس البرنامج الخاص بيها برنامج غير طبيعي تمام؟ طيب احنا هنا بقى زي البرنامج الخاص بأفتي بلاس لكن هذه الشركة بتتميز عن افتي بلاس اني هيحدث معك زي ما اقولو نمو معاك نمو تمام؟ ونموه حقيقي وليس نموه المجرد زيادة القوى الشرائية هذا يتميز عن FTP PLUS الحقيقي طبعا FTP PLUS أسرع في مسألة الدفع يعني FTP PLUS لا يوجد حد يسبق في مسألة الدفع لأنها تدفع لك بعد 3 أيام والمرور بين المرحلة والأخرى سريعة فالشركة دي ما أعتقدش TFT هتجريها في هذه السرعة سواء من الدفع أو الانتقال من بدل المراحل TFT تكسب في هذا المجال لكن عزرا FTP PLUS تكسب في هذا المجال لكن TFT تكسب من حيث الرفع 1 لـ 200 FTP PLUS 1 لـ 30 تكسب أيضا من حيث أنها عملت الحساب اللي هو الـ 400 ألف ده كارسة كارسة أن يكون معاك حساب الـ 400 ألف الماكسما من درو داون 6% يعني أنها تتكلم في 24 ألف ودري درو داون 12 ألف 3 بالمئة يعني 12 ألف 12 ألف و 24 ألف ومرحلة واحدة وفي نفس الوقت مش مطالب بوقت لا دا أفضل برنامج في الكون دا أفضل برنامج عملته شركة تمويل فعلا ورفع 1 لـ 200 وـ load size limit unlimited كل الحاجات دي يا جماعة لا البرنامج دا هيكتسح البرنامج دا بصراحة يعني طبعا احنا عاملين صبق صحفي أو يعني حصري قبل ما تنزلوا الشركة على موقعها تمام لكن لما تنزلوا الشركة على موقعها بقى نشوف القواعد لكن هي أغلب القواعد موجودة أقصادنا هي تمام لا حاجة خيالية أنا مش بصدق نفسي بصراحة مش بصدق نفسي يعني اللي هيشتري حساب اللي هو الـ 400 ألف دا خلاص انتهى الأمر انتهى الأمر اشتغل بقى فيه كما يحلو لك اشتغل واحدة واحدة انت معاك حساب بـ 400 ألف تمام التراجع الخاص بيك 12 ألف التراجع يومي 12 ألف وتراجع كل 24 ألف تمام سيظل هذا التراجع موجودا في الحساب الفندد الممول التراجع هيفضل زي ما هو تمام هل أكون ملزم لأن أنا بجاوب بقى على الأسئلة اللي جات هل هكون ملزم بأرباح معينة هكون ملزم بـ 10% مش ملزم حقق أرباح هتحصل على 80% وبعد كده يزودك للـ 90% تمام وبعد كده بقى تزيد بقى مسألة النمو ديت هتبقى مسألة خطيرة جدا في الشركة تمام فطبعا أنا أنتظر القواعد الخاصة بهذا البرنامج اللي أنا بشوفه هيكون هيأثر على شركات التمويل الأخرى يعني لازم شركات التمويل الأخرى أنا بقى لك من دلوقتي هتعمل البرنامج ده يعني شركة توب تير كده هتلاقيها أول حاجة هتغش البرنامج ده على طول وتعمله عنده تمام دي شركة من الشركات شركات كتيرة قوي لازم هتتجه الاتجاه ده اللي هو المرة الوحيدة طبعا افتي بلاص عملت طفرة في المجال في هذه المسألة وتبعتها الشركات لكن طبعا هتكون منافسة زي ما يقولوا منافسة شريفة في 2023 بين شركات تمويل لصالح المستثمر لصالح المتاجر احنا عملين ناخد منهم حاجات لم نكن نحلم بها يعني كانت في بداية شركات التمويل كانت شركة FTMO بالبرنامج الخاص بيها 30 يوم و60 يوم متعسفة جدا في مسألة البرنامج لمن حضر FTMO سابقا كانت بقى لما انت تعمل في وقت الاخبار تسكر لك الحساب لو تركت صفقة لما بعد نهاية الاسبوع تلاقي الحساب تسكر فكانت FTMO متعسفة لم يصبح لدى FTMO مرونة الا لما اصبحت هناك شركات اخرى دخلت في الموضوع وكذلك الامر TFT بدأت تطور وتنزل هذا البرنامج لاني وجدت FTMO استحوزت على حصة سوقية لا ننكرها اطلاقا انا قلت لك FTMO اخر ثلاث شهور هي الحصان الجامح FTMO حصان الجامح ما حدش عارف يوقفها بصراحة يعني FTMO انا متابع البيانات حاجة خيالية FTMO فكان لازم TFT او اي شركة اخرى تحاول تعمل نفس البرنامج وهي فعلا نفع عملت نفس البرنامج مع مزايا طبعا واحد لمتين ديت دي ميزة وايضا مسألة النمو الحقيقي ومسألة حساب بالربعمائة الف دي بصراحة العجباني قوي مع الخصومات يعني انت حسابه 1800 لو عملوا خصم بقى 20% 15% هيبقى الامر ممتاز جدا هيبقى الامر ممتاز ويستحق بصراحة لان انت في الحساب الممتاز انا ببص للحساب الممول حساب الممول هيبقى معاك 12000 تراجع يومي اللي بيخسرنا كلنا هو التراجع اليومي وليس التراجع كلي يعني 90% من المتدولين بيخسروا عشان التراجع اليومي تمام فلما يكون التراجع اليومي معاك 12% لما تكون المدة مفتوحة لما يكون load size limit unlimited لما يكون مسموح بال لما يكون اول ما تنجح خلاص مفيش ايام تداول ناشط كل الحاجات دي بتؤدي ان المتاجر يشتغل بشكل جيد ما تنساش لايك وشير والاشتراك في القناة وخلاص يعني تلغي بقى فكرة السيئة عن هذه الشرك خلاص هي كده عدلت البزنس بلان الخاص بها تي اف تي كده عدلت البزنس بلان تقدر تدفع اي مصاري اي فلوس لان خلاص هيدخل لها مدخول جيد جدا بهذا البرنامج بس نشوف بقى ان شاء الله لما ينزله هذا البرنامج نشوف هل هناك قواعد اخرى ولا لا بالتوفيق ان شاء الله وشكرا جزيل لايك وشير وايضا الاشتراك من خلالنا